هاكلكم ان شاء الله اكلة لذيذة وفخمة وجاي على بالي بقى لها فترة كده شوقتيني عاملة خروف محشي ولا ايه هم مش بيقول لبصلة المحب خروف اكيد يبقى محتاجين بصلة كبيرة وجزرة وطماطماية وشوية زبيت ونبدأ باسم الليه هنقطع النص الجزر عشان رايح رفاية اوي والباية هنفرمه في الكبه وفي حل على النار هنسخن الزيت ونشوح الجزر اللي قطعناه شرايح ونشوح مع الزبيت بعدين هنصفيه من الزيت ونشيره على جنب وفي نفس الزيت بقى هنشوح بقية الجزر المفروم ونشوح معاه بصلة كبيرة مفرومة لغاية ما يكرميره فينا كده ونزله السكر اللي فيه الله هماكو الجزر وزبيب متشوح انا النفسي تطور بالك شوية هنزود بقى يعود قرفة وورق لورة وحبهان والبهار الاساسي هنا الكمون الحب مع علاقة كبيرة وملحه في الفلسود وطبعا نكمل تشويح عشان البهارات طعمها هيظهر آه كنت حنسة وقعدين قرنفل كمان اه من القرنفل ترارا درحته تشغل يا رواءانك اخر حاجة نزود تماطم مفرومة وهي دخلة على التسبيك هننزل عليها الفرخة بس الاول على ناحية الجلد عشان يشد كده وياخد لون وبعدين نقلبها الناحية التانية ابتدت تندع صح هم في المطاعم بيبقوا قاسمين الفرخة نصين كده اي خدمة لا ولسه هتطلع في الاخر احلى من المطاعم كمان اما نشوف بعد ما شوحنا الفرخ شوية ننزل المايا المغلية ونغطي الفرخ لغاية ما تستوي طب مش هتعمل لنا الصوص الحراء اللي بيتاكل جنب الاكل ده من عناية هنجيب فلفل حراء وفصين تلاتة وبندقهم وبعدين نفرومهم مع الفلفل في الكبة ونزود عليهم تماطمدين يكون لهم احمر كده وفيهم مايا كتير ورشة ملحة خفيفة وغطأ زاست الخل معلقة صغيرة يعني لا هي غطأ زاست الخل اداء المهم ان نضرب كويس ولو يحتاجنا ممكن نزود ربع كبات مية عشان يبقى قوامها كويس انا هنا زودت كمان نص معلقة تابريكا صغيرة عشان اخلي لون التماطم احمر زيادا مش هتغير طعم الدقة دي لا بالعكس طعمه بيبقى حلو قوي ومزبوط ههي الفراخ استوت الحمد لله هنعمل ايه بقى هنشلها بقى من الشربة العجيبة دي ونزود معلقة كمون بدرة وننزل بدلها الرز البسمتي وحنسوي عادي زي ما بنعمل الرز العادي اه نستنى لما المياه تغلي وبعدين نغطي ونهدي النار على الآخر ايوا بالزبط وبعد عشر دقايه نقلب علشان ما يلزقش اهي دي الرواح اللي تفتح النفس بصحيح والله يفكرتيني بالمطبخ الشعبية في الامارات اي خدمة تاني كل حاجة ممكن تتعمل في البيت انتو بس خليكوا معايا هتكسبوا ان شاء الله احنا معاك يا ريس هنرجع بقى الزبيب والجزر اللي كنا قالينهم في الاول على وش الرز ونسيبهم خمس دايق كمان طب وفين الفرخة صحيح ده انتهى سامنة ودخلتها الفرن عشان تتحمر اه وبعدين نرجعها على وش الرز لما نجر في الطبق ايوا تعالى ندقوا الاكل بقى ونوحكم زي الجاهز ولا لا يا سيدي اهو ده البخاري ولا بلاش شغل فاخر من الاخر بالهنة والشيفة يا رب ايه رأيك فيه بقى لا تسلم ايدك بصراحة